اشتعلت المنافسة على لقب البطولة الافريقية رقم 38 لرجال الكرة طائرة بعد وصول اربعة فرق للنصف نهائي البطولة القرية الغريب في الامر ان المواجهتين مصريتين ليبيتين ايث يواجه الالي بقيادة مدير الفني محمد مصرحي مظيره اسويحلي الليبي في نهائي مبكر يتوقع جميع المتابعين والمحللين ان ترتقي المباراة لقمة حقيقية لما يتمتع به الفريقان من لاعبين دوليين قادرين على امتاع المشاهدين وتقديم مباراة قوية بينهما الاهلي كان قد تصدر مجموعته بعد فوزه على انجس الافوري بثلاثية نظيفة ثم استطاع الفوز على اهلي طرابلس الليبي بنتيجة ثلاثة لواحد قبل ان يعبر عقبة الشرطة البوتسواني بسهولة بنتيجة ثلاثة لصفر واخيرا كان اللقاء لاسالو في المجموعة بالفوز على الاسمنت الاثيوبي بنفس النتيجة ثم واجه نادي اساريا الليبي في ربع نهائي البطولة وتغلب عليه بثلاثة اشواط للا شيء اما مسيرة الفريق الليبي بدور المجموعة فنجد انه استهل مشوره بالفوز على روكينزو البوروندي بنتيجة ثلاثة لصفر قبل ان يفوز على الخصم القوي بالمجموعة نادي السجون الكيني بنتيجة ثلاثة لواحد ثم فاز على فريق ولاية ديتشا الاثيوبي بثلاثية نظيفة قبل ان يفوز على فاب الكاميروني بنتيجة ثلاثة لواحد وانهى مشوره بالفوز على فريق اسبوار الكنغوني بنفس النتيجة ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة قبل ان يفوز على مواطن الاتحاد نصراط الليبي بنتيجة ثلاثة لاثنين بعد ان كان متأخرا بشوطين للا شيء في فوز ملحمي اما عن ثاني لقاءات النصف النهائي فيجمع بين اسموحا مصري ونظيره اهل طرابلس الليبي تبدو حبوظ الفريقين متقاربة الى حد كبير فكليهما له نفس القدر من الفرص للعبور لنهائي البطولة للمرة الاولى في تاريخه اشتركوا في القناة